اشتركوا في القناة نحو دائما الهداب الوسطى والغربية الأمطار ستكون على فترات على كل سواحل الوسطى والغربية تنتقل تدريجيا خلال الظاهرة نحو سواحل الشرقية والرياح أيضا ستكون قوية نسبيا نحو المناطق الداخلية الشرقية خاصة بمنطقة الأوراس منطقة السوراء شمال الصحراء والوحاد ستشهد تساقط لأمطار رعدية محلية وتكون على فترات بينما أجواء مشمسة للعموم من الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد ستقرب 7 درجات بتيارة والبيت 11 إلى 13 بسواحل والمناطق الداخلية الشرقية 13 أيضا جنوبا بالجنوب الغربي 16 بشمال الصحراء ومرتفعات الهوغار ما بين 21 إلى 25 درجة من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب خلال ظاهرة الغد الحرارة قصوى تعرف انخفاض نحو المناطق الغربية والوسطى 11 فقط منتظرة بالبيت 17 بوهران 19 بالعاصمة في حدود 16 درجة بتيزي وزو 17 درجة بعنابا وسكيكدا 18 بقسنطينة تبقى مرتفعة بتبستاقال مواسقه تقارب 24 درجة ما بين 21 إلى 25 درجة بالجنوب الغربي لغاية منطقة الواحد 35 درجة منتظرة بالصحراء الوسطى لن تتعدى 32 درجة بمرتفعات التاسيلي 37 درجة بإليزي وال40 درجة كعلم القياس ببرج بجي مختار البحر خلال يوم الغد سيكون مضطرب على كل سواحل رياح معتدلة أحيانا قوية بسواحل الغربية تتنى من غربية إلى شمالية غربية تدور إلى جنوبية غربية بسواحل الغربية جولة خاطفة إلى بعض عواصم جنوب قارة إفريقيا أجواء غائمة ستميز منطقة كيبتاون مع 19 درجة مئوية وتكون مشمسة على باقي العواصم 26 درجة مئوية منتظرة بأديسا بيبا وأونتنا ناريفو 32 درجة بأبيجون وترتفع إلى 36 درجة ببونغي 38 درجة كعلى مقياس بأبو جا نعود إلى أرض الوطن وقت شرق الشمس بحت الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة الساديسة صباحا و37 دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة وادمتم في أمان